بسم الله الرحمن الرحيم يا سيء والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرط مستقيم تنزير العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغذالا فهي إلى الأفقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل الأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بشالف فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنما إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا ترائركم معكم آئين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقاس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني واللي ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كي ندخل جنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلبنا قبلهم من الصورون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحليناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها زيات مخين وأعنابر وفجلنا فيها من العيون ليأكلوا من سبره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مذنبون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدمناه منازل حتى عادة العرجون الخدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق من الأيار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سلخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا مطاعا إلى حين وإذا أقيد لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ألطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صاحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون والنفخ في السور فإذا من الأشدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة وأحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فلأن لا تذنوا نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأراض لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نتمصر على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا مبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا بذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكشه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلى ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حياه ويحق القول عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ألعاما فهم لها مالكون وذلناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعنيون أولم يرى الإنسان وإنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا والتي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشى أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة فأتي صفا فالزاجرات تجرا فالتالية ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماعات والأرض وما بينهما